بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى لسي يشوفه الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر الناس لسي دعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب تنقول لهم شكرا جزيلا ان شاء الله بحول الله وقوتي غد نوضع واحد الوصفة خاصة بالناس اللي عندهم الأطفال ما تيركزوش في الدراسة وما تكونوش إيجابيين في المتحان ولكن اليوم ان شاء الله بحول الله وقوتي غد نوضع واحد صغاء زوينة اللي حقات مع بزاف الناس نتيجة إيجابية وكانت مجربة مع بزاف الناس إذن بحول الله وقوتي اليوم غد نوضع هذه الوصفة ولكن الأم هي اللي خاصة خدمة الوصفة وتكون دكية مع ولدها وتكون إيجابية مع ولدها أول حاجة تقرب ولدها لها وتفهم الوضع دياله ديال الدراسة شنو المشكل أش من مادة ضعيف فيها وتعاونوا إما تعاونوا في الدار أو تزيد لي هذيك المادة اللي ضعيف فيها أو ضعيف فيها أما الأم الباقي على الأم تدير طاقة رحمانية باش الولد يتركز ليه تركز ليه الدرس في الدماغ دياله ويكون إيجابي ويكون عنده واحد طاقة نورانية اللي تعاونوا على التركيز أنه يكون إيجابي في القرية دياله وفي الامتحانات هاد الوصفة غاد الوصفة غاد نحطها على بزاف الولدات وعلى بزاف الابنيات ولكن الأمهات اللي تيطلقوا هاد 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 الوصفات وحنا تنبغوا للبيوليهم الرغبة ديالهم لأنهم عندنا في القناة وتنرحبوا بالناس كاملين قاعد اللي تي يجوه للقناة وتنوروا القناة ومرحبا بي ألف مرحبا وتنقول لهم أنتوما على رأسنا وعيننا بكم أنتوما باش غنواصلوا وبكم أنتوما باش غدينزدوا القدام إن شاء الله أول حاجة غدين ناخدوه يوميا إطرط الماء يوميا إحنا ما حد الوالد تيقرأ وأنا هاتصيغة تنديرها كل يوم لأنني أولا عندك واحد الآجر تسبحي وتقرأي القرآن وفي نفس الوقت تعاوني ولدك على شرب الماء تيشربو يديه معاه وفي نفس الوقت الولد تيكون تيتحمى تمزل في الحويج أول حاجة الأم تحل القرعة القنينة دي الماء وتقرأ لها كل صباح المهم الوقت اللي ستكون أنها تنود تنود تصوب الفطور أو تصلي الصبح غادي تقرأ على هاد القنينة اللي الولد غادي يبقى يشرب كل ما بغلمة غا تعطيه من هاد القرعة أو هاد القنينة يشرب منها أول حاجة غادي تقرأ سبعات المرات هاد تقرأ هاد القراءة إن شاء الله اللي غادي نحطوها بحول الله وقوتها على هاد الماء سبعات المرات أو 11 مرات تي اختيارك كنتي زربانة ديرها سبعات المرات أو كنتي بخاطرك غادي ديرها 11 مرات سنقرأك فلا تنسى أتقرأها 11 مرات أو سبعات المرات سنقرأك فلا تنسى سبعات المرات يشرب إلا بغيتو اسمع كلامك قولي يا سميع يا سميع يا سميع يا سميع سي نحطها مئة مرة ونقدر هاد الماء نقرأه في الليل ونعطيه لولدي يشربه ولكن انتي صلاة الصبح وصلاة الفجر فيها وحط طاقة رحملية اللي تضيفيها لولدك وتقرأت الليل في منتصف الليل تكون تصلي ركعتين وتطلبي مع ولداتك يسهل عليهم الله تاية جيدة بإذن الله الواحد القهار إذن بحول الله وقوته هاد الوصفة صالحة لولدات وصالحة لباشتعوني ولدك لأنك طلبتها أو طلبوها بزفة الناس غادي إن شاء الله تحطوها في الماء كل يوم حتى ينتهي عام الدراسي كل كل ليلة أو كل صباح تقرأ عليها وفي نوصل الوقت سبحي بيابار أو يسميع يابار ميس مرة يسميع ميس مرة سنقرأك فلا تنسى وتعيها أدن واعية غادي نحط لكم الأرقام ديال الآية وغادي تمشي أو نكسب لكم الآيات إن شاء الله تقرأهم على ماء وتشربوهم وبحاول الله وقوتي لها فضل كبير على بزفة الناس ونشحوا بزفة الناس وكانت لها مفعول كبير على بزفة الولدات وربي سهل عليهم في الدراسة وسهل عليهم في تجاوب مع الدراسة إذن حبابي في الله نبقى لي غير نقول لكم حاولوا ادعموني في القناة التانية وحاولوا ادعموني في القناة إذن إلى وصفة أخرى حول الله وقوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته